موسيقى الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان صحيح لكن من قال أن المسيحية ليست دينا صالحا لكل مكان وزمان هذه المسيحية موجودة منذ أكثر من ألفين عام وصالحة وهناك مسيحيون والدين المسيحي قائم ومستمر وصالح للزمان والمكان من قال أن اليهودية ليست صالحة لكل زمان ومكان هذه قائمة منذ ألف سنين أيضا ولها مؤمنوها ولها أماكنها ولها زمنها كل الأديان إذن متى كانت دينا يعني صالحة لكل زمان ومكان لم نسمع أن دينا قد اندثر دينا سماويا دينا إبراهيمية لكن السؤال هنا وخلاصته في الإجابة أنه ربما يكون صالحا لكل زمان ومكان لأن كل زمان ومكان يشارك في قراءة واكتهاد هذا الدين الزمان والمكان بيتغيروا لأنهم أيضا بيغيروا في فهمنا للدين مش بيغيروا الدين بيغيروا في فهمنا للدين لكن الإسلام ليس وحده الصالح لكل زمان ومكان بل المسيحية صالحة لكل زمان ومكان واليهودية صالحة لكل زمان ومكان وكل زمان ومكان صالح لكل الأديان ترجمة نانسي قنقر